وإلى ملفنا الرابع إلى السعودية حيث قالت شبكت سينيان الأمريكية إنها علمت من مصادرها أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طلب من مسؤولي وزارته البحث عن حجج لتبريد القرار الطارئ الذي أصدره العام الماضي لتعجيل صفقة أسلحة ضخمة لصالح السعودية وقال أحد المسؤولين بالخارجية الأمريكية إنهم أفصحوا عن تصرف بومبيو إلى مكتب المفتش العام بالوزارة أواخر العام الماضي في إطار تحقيق فتحوا له المكتب بشأن ذلك القرار الطارئ الذي أدى إلى تسريع صفقة السلاح للسعودية كانت قيمة الصفقة ثمانية مليارات دولارات وبجانبها المرور بمراجعات للكونغرس وآتي تقرير سينيان في ظل شبهات تحوم حول بومبيو بعد أما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترام قبل أيام قرارا بعزل المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك بناء على توصية من بومبيو نضم إليه عبر سكايب من لندن الدكتور محمد المسعري أمين عام حزب التجديد الإسلامي أهلا بك معنا دكتور أهلا بسأل المرحبتي شكرا على السلافتي كل عام وأنت بخير بداية عيد فطر مبارك عليك على أهلنا في المملكة سؤالي لك لماذا سعى بومبيو لتمرير صفقة أسلحة للسعودية بقرار طارئ هو ظهر طبعا معروف أنه في المدة الأخيرة الدولة العميقة في أمريكا موقفها سيئ جدا من النظام السعودي في السنوات الأربعة والخمس الأخيرة وأصل الأمر إلى إيقاف أنواع من الدعم الجوي بالمعلومات والدعم بالأقمار الصناعية وإيقاف تعبئة الطائرات بالوقود جوه وتطير جوا إلى آخره ولكن طبعا بومبيو والرئيس الأمريكي وهو شعبوي لكن في الواقع يتبع المعسكر الصيوني وهمه الرئيسي خدمة إسرائيل فأرادوا أن يمرروا صفقة بطريقة ما ولكن بحثوا عن وسائل التلاعب لأن هناك قرار من الكونغرس وقرارات لا تسمع بتصدير السلاح إلا بيودون من الكونغرس لكن في حوال الطوارئ والاستعجال ممكن التجاوز هذا ولهذا أشار إلى بعض الموظفين بأن يبحثوا عن وسائل وحيل الالتفاف حول قرار الكونغرس العام وكذلك المخصوص السعودية لأن هناك تضييق على السعودية بعد قضي خاشقج أيضا وهذا طبعا بتوجيه من ترامب وإن كان ترامب يدعي أن ليس له علاقة من نوضوع وأنه إنما عزل المفتش العام في مزارة الخارجية بناء على اقتراح بومبيو لكن الجميع متواطين في العملية كما هم متواطين في عملية قطر خاشقج عزل المفتش العام دكتور له علاقة بهذه الصفقة؟ نعم لأنه كان يرحل في الموضوع ويحقق فيه هذا بلو شك له علاقة فيه لأنه مفتش العام المهمان بالتفتيش على جميع المخالفات القانونية والأمور التي فيها خرق القانون أو محاولة التلاعب بالقانون أو التفاف وراء القانون طيب هو لماذا يلجأ بومبيو ومن ورائه ترامب كما تقول لإخفاء هذه الصفقة عن الكونغرس الأمريكي يعني ماذا يوجد في هذه الصفقة يحتاج بومبيو أن يخفيه عن الكونغرس الصفقة نفسها لأن الكونغرس ويقف والدولة العميقة تقف بحزم أمام استمرار عملية القتال في اليمن وتزويد السعودية بالسلاح وسبق أن تم إيقاف التزويد كما قلت الطائرات بالوقود في الجو وزعمت سعودية أنها طلبت أمريكا كذلك هذا كلام لا يصدقه أحد وكذلك التزويد بالدخائر وإلى آخره توقف وهناك توجه في الكونغرس وصخط جديد في داخل الحزب الجمهوري نفسه فيما تعلق قضية خاشقتي فكل هذه تفاعلت وأدت إلى إيقاف وتجميد وتعطيل الصفقات إلا بإذن من الكونغرس لكن النظام يسمح في أحوال الطوارئ والاستعجال بأن يقوم الرئيس الأمريكي أو وزارة الخارجية إذا وصفت تزويدة معينة بأنه مستعجل وله مبارضة طريقة بأن يتم هذا ثم بعد ذلك يخبر الكونغرس بذلك فكان يبحث عن تبريرات وحاول أن يتلاعب بالقانون ولا توجد أي تبريرات أصل طيب عندما نتحدث عن نشر تقرير الـ CNN والضغوط التي تزداد على بومبيو للكشف عن تفاصيل هذه الصفقة بعد عزل المفتش العام دكتور هل يمكن إعادة فتح التحقيق مرة أخرى طبعا بشكل الكونغرس قد يستدعي بومبيو لاستجوابه وقد يستدعي مفتش العام ويسأله عن ما الذي حدث قبل عزله وما هي النتائج التي توصل إليها فتح على بومبيو وعلى الرئيس الأمريكي باب إزعاج بضافة لما هم فيه من حالة مرتبكة وفوضى لا تصدق كما قال الرئيس أوباما فيما يتعلق معالجة فيروس كورونا في وضع سيء مايك بومبيو يحاول حماية نفسه هنا حماية دونالد ترامب أم يحاول حماية المملكة السعودية محمد بن سلمان أم يحاول حماية الأموال التي دفعت في هذه الصفقة لا هذه كل ترامب ومبيو همهم الرئيسي هو حماية إسرائيل لأنهم من رجالات المخطط الصهيوني وفي هذا المسار أهمهم الرئيسي هو حماية أكبر قدر من الحماية والمصطحة لإسرائيل هذا الهم الرئيسي ما علاقة هذه الصفقة بحماية إسرائيل النظام السعودي الصهيوني خالص من أيام جاء سلمان بن عبد العزيز صهيوني خالص في المخطط الصهيوني يسير فيه سيرا حثيثا وصفقة القرن ما كانت تتم عن السعودية لم تحضر في الظاهر والإمارات حضر والإمارات وكحة لا تبالي يعني صفيقة الوجه كنظام لكن النظام السعودي ما زال يراعي بعض الحساسيات وبعض الجوانب الإسلامية الشكلية فلم يحضر لكن هو الرأس الحرب في صفقة القرن فلا بد من إرضائه وإشراكه في العملية وتمويله بالسلاح لإتمام صفقة القرن ما كان يبدو أن هذا كله فشل وصفقة القرن قد قضى عليها فيروس كورونا جزا الله خير جزا الله الفيروس خيرا على هذا يعني أول ضيف يشكر فيروس كورونا على الهواء دكتور له محاسن لا تنكر معنى له جوانب مزعجة لكن رب ضارة نافعة وعلى كل حال لا يأتي بلاء أو وباء إلا له جانب جيد هو شهادة للمؤمنين وعذاب للكافرين وإفشال مخططات المتآمرين طيب يعني في المركة نعم دكتور لماذا تكون صفقات الأسلحة الخاصة بالمملكة العربية السعودية تحديدا منذ ظهور محمد بن سلمان ما ثار جدل في الولايات المتحدة الأمريكية لا سبب التي ذكرتها أن أن من مجيء من سلمان بن عزيز ومسيري في المخطط الصيوني الخالص وهو ليس ما تريده الدولة العميقية دولة العميقية أمريكا أدركت أن لا زالت تعتبر إسرائيل مهم وحليف ضروري ورأس حرب للغرب لكنها ليست بوارد أن تضحي بمصالح أمريكا التي تريد نوعا من التوازن والاستقرار في المنطقة وأن تكون لتركيا دور فعال وإيران دور فعال وعلى جميع أن يقبل هذه لأن هذه قوة إقليمية عظمى تمكن حفظ السلام واستمرار المصالح الأمريكية والتجارة الأمريكية دولة العميقة دولة الرأس المالية الأمريكية الوطنية ومصالح الوطنية الأمريكية مقدمة على مصالح إسرائيل وإن كانت تعتبر إسرائيل جزء مصحاته لكن يبدو أن حتى هذا الموضوع أصبح الآن محل نظر ومراجع في أمريكا بدليل أن الصحافة الإسرائيلية مؤخرا كتبت أن فوز بايدن يضرب مصالح إسرائيل فالدولة العميقة التي تدعم بايدن يبدو أنها أدركت أن إسرائيل كانت ليست صفقة جيدة بالنسبة لها لكن لا يعني أنها توافق على إزالتها بعد لكن لا شك أنها لا تسلح الإسرائيل أن تفرض السياسة في المنطقة التي تقدر الأمريكان من الدولة العميقة والروع السمالية الأمريكية الوطنية أنها مضغة لمصالح أمريكا كلما أراد الرئيس ترامب دكتور محمد أن يدعم محمد بن سلمان ويدعم مشروع محمد بن سلمان أصيب بحالة من الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتكتب عنه الصحافة برأيك هل بات محمد بن سلمان ومشروعه أن يكون ملكا للسعودية عبءا ثقيلا على الإدارة الأمريكية هو عبءا ثقيلا على الدولة الأمريكية العميقة ولكن هذا المحبب من قبل ترامب لكن ترامب الآن حتى هو ترامبي بدأ يشعر عن هذا عبء العقيل لأنه يريد أن يتفرغ لمحاولة إعادة انتخابه حتى يفوز فترة إضافية وهذه الإزعاجات يعني وجع راس ليس هو قوارد الاستفادة منه فهيريد حتى التخلص من الولايات ممكن حتى ترامب يمكن أن ينسحب من هذه العملية وربما حتى لا بأس لديه من أن يتخلص من بومبيو إذا لازم الأمر فإذا كشف بومبيو فتح فسيقوم برمد ترامب بتضحيته لا يبالي بذلك همه الرئيس الآن يعاد انتخابه وهو لا شك يعني يشكر وجوده في الرئاسة وفوزه بالانتخابات للدعم الصهيوني المطلق والدول الصهيونية في أمريكا شكرا جزيلا لك دكتور محمد وفي روسيا أيضا نعم شكرا جزيلا لك دكتور محمد المسعري أمين عم حزب التجديد الإسلامي كنت ضيفي عبر سكايب من لندن وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من أضواء على الأحداث كل عام وأنتم بخير عيدكم مبارك ووصلنا إلى نهاية الحلقة إذن حتى أقوم في حلقة قادمة دمتم في أمان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة